نصيحة هي كيفما قلت لكم أحسن وقاية من الشمس هي القبعة والكاسكاد نحن نتخليهم بلا قبعة نريد أن نتعمل هذه اللحظة كذلك باش نقول للناس حضاياهم تم البشارة لهم الشمس لأن الواحد يخلي ديم الأطفال تحت الأشياء الشمس نتخليهم كبيرة وتشمش ساعات وساعات ننساوهم المشاكل كيف يبدو في الكبرى ما يبدو في الساعات ننضموا على شميكان صغيرا ما كنواش كنحضايا نقولوا خليه يستفيد من الفيتامين دي ولكن تقدر تأثر على البشارة وعلى الشرط بقبة عمد زوج الكاسكاد ميزولوش البنيتاس يكونوا دين مقابطين الشعير ديالهم الزكران بالنسبة للبشارة كذلك تهياء كل ساعتين بقى تعاود الأطفال من الأحسن يدخلوا يعموا معهم في بالماي يوم يخرجوا في اللعبوا في فرم لأيما تحت للابسوا أموالي تي شرط باش يحافظوا باش يغطاوا البشارة ديالهم وكين دي مايو خاصين لذي يكونوا ضد يعني عندهم واقع الشمس وبحالي قلت لهم كين محالي الوزويوت ديال الشعر اللي يقدون عملوهم تل أطفال باش نحميوهم لأن كنعرف الأطفال كيز حيد ما كنقوش ملتزمين معه بززاف بأموان كل ساعتين نرشو على الشعير ديالهم كسات ومليدات والبنيتات نغسلهم شعر ديالهم ديالكتما مضاشرة وبحالة مايو مواقع مواقع وقع تقص وقع تأثيرت للشعر خس العناية بعد الصيف الدكتورة خس والعبودة العناية نقول لي نزيدو نقطعو في الأطراق ديالنا نكتفو من الترطيب بحال البلد لماسكات أو بالكريمات وشرب السوائل ونحافظو عليه أكتر ما أكتر باش نسترجعو باش نسترجعو